أكد رئيس الوزراء دكتور عمر رزاز أن الحكومة أرست قواعد جديدة للتعامل مع المخالفات المسجلة لدى ديوان المحاسبة وجاء ذلك خلال ترأس الرزاز أمس جانبا من الاجتماع الأول للفريق المكلف بمراجعة المخالفات الموثقة لدى ديوان المحاسبة لعام 2019 وقال الرزاز أن الجميع لاحظوا حجم العمل والمتابعة الحثيثة لتصويب كل المخالفات السابقة مشددا على أن عمل الفريق يسهم في تعزيز نهج الشفافية والمصدقية ويؤكد سعي الحكومة الجاد للحد من المخالفات وهدر المال العام من جانبه أوضح وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامد داود رئيس الفريق المكلف بتصويب المخالفات الموثقة لدى ديوان المحاسبة أن الفريق وبناء على توجيهات رئيس الوزراء تسلم مع نهاية عام 2019 جميع الاستضاحات الموثقة لدى ديوان المحاسبة والبلغ عددها 450 استضاحا وبدأ الفريق فعليا بمناقشتها وتصويب العديد منها